استطاعت دولة بجهود أبنائها من القوات المسلحة والشرطة أن تعيد الحياة إلى قرى الشيخ زويد والعريش وإصلاح ما دمره الإرهاب ليعود الأهالي من جديد إلى بيوتهم وأراضيهم ومزارعهم ومحلاتهم التجارية بعد مغادرتهم بيوتهم وأرضهم منذ سنوات بسبب الأعمال الإرهابية ها هم أهالي قرى الشيخ زويد والعريش يعودون الآن بدرعهم وهو الجيش وسيفهم وهو انتماؤهم ووطنيتهم ليسكنوا أرضهم من جديد الحقيقة الشيخ زويد القرى اللي عادت تدخلات كتير جدا من نظرة الضدام والاجتماع قدمناها لأهلنا في محافظة شمال سيناء وخصوصا القرى العائدة إلى موطنها في شمال سيناء الحقيقة احنا كل التدخلات الأهلين اللي هم مستحقين لتكافل وكرامة تم تسجيلهم تم تطوير بعض الوحدات الاجتماعية اللي كانت مهدمة واللي كانت مش موجودة تم رفع كفائتها تجمعات الغراء تضم تسع تجمعات أبو عيطة أبو كرشان أبو معالي أبو دهشان أبو مالحوس الثيابي وغيره تم خروج أهليها بظروف الأمنية والظروف الإرهابية اللي مرت بها البلاد خرجوهم سبع سنين وتم تسكينهم بفضل قوات المسلحة منذ أربعين يوما أو خمسة وثلاثين يوما إلى رجوحهم إلى مناطقهم أول ما رجعنا هنا وفرنا القوات المسلحة والقيادات السياسية وفرت لنا بيرمية وشغلين إن شاء الله في إنشاء محط التحليل للقرية هنا اكتفال ذاتي موجودة عندنا حين ريان دلوقتي الظهير أبو العراج الرودة وثلاثين يونيو أربع قرى عادوا لبيوتهم بعد أن تم تجديدها ولأرضهم ليزرعوا ويحرثوا آملين في فتح باب رزق جديد لهم بعد أن جفت الآبار إلا أن العمل جار على أربعمائة محطة لتحلية المياه بشمال سيناء ووسطها بالإضافة لوحدات صحية ومدارس لتكون قريبة من أهالي هذه القرى أحنا أيام قبل التكفرية الله يكون بعوننا دلوقتي أحنا في نعمة القوات المسلحة طهرت المكان طهرين كامل والداخلية والتحاد القبائل والمؤسسة التنفيذية معنا ساعدتنا أحنا رجعونا دلوقتي الحمد لله في كل حاجة بترجيع ماء وكهرباء ونور وتلفونات وكل تمام الحمد لله ونشكر رئيسنا عبدالفتاح السيسي على الجهد اللي عمله قد استطاعت القوات المسلحة دحر الإرهاب ورجوع كافة الخدمات الأساسية كما ترون سيدتكم اليوم الكهرباء والتلفونات وعودة والطرق هذه القرية تم تطهيرها من الإرهاب كم كان فرح الناس وانبساطهم بهذه المزارع التي نراها بجوارنا وهذه الزيتون كل يوم تسبح وتشكر كمثل البشر أيضاً ابتسامات وفرحة بتجمع أهالي هذه القرى من جديد بعد أن فرض الأمن قبضته بتضحيات الأبطال من أهالي شمال سيناء ورجال قواتنا المسلحة البواسل زراعة ومبان حكومية وخدمات صحية ومدن جديدة عادت إلى هذه الأرض حيث عاد أصحابها إلى أماكنهم الطبيعية بعد أن غادروها بسبب ويلات الإرهاب تكاتف بين القوات المسلحة المصرية وأهالي سيناء ليعودوا إلى أرضهم وإلى أماكنهم ليعيشوا عيشتهم الطبيعية كريم بيبرس التلفزيون المصري